وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت من ضبط 454 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 101 طن من المواد الغذائية خلال 24 ساعة وتمكنت أجهزة وزارة الدخلية من ضبط قرابة 12 طن في مجال الاستلاء على السلع المدومة وضبط قرابة 90 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسزيدة من السعر الرسمي لاستلع الغذائية إلى جانبي ضبط 718 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص للوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال قضايا المخابز كذلك تمع ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 186 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير